كيف تتعلم أن نتعلم؟ لقد؛ airline أهلاً ومحاباً قمت بذلك الحلقة الثالثة مرحباً في الحلقة المغرب إسرائيل وبيغاسوس الأنغذر نعلم أننا نقوم بعمل مكان لكي ستأتونه والآخرين نقول بأن المغرب وإسرائيل تخلقوا بزااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا نجد يا قريبا هنا لا أحد وقت لأنّظر الأساسي أدعى ذلك الذي يسموني وإذا كتبتوا مقال في سيمان نحن نقرأ أكتبوا مقالبل أدعى ذلك قرارهم سوف يرسل على تطبيع مع إسرائيل أريد أن أوضح موقف لأنه لا يوجد موقف لأنه لا يوجد موقف في حياتي كاملة لم أممي كنت لا مع التطبيع لا ضد التطبيع مقالاتي لي كيف نكتب كيف نكتب يقولون هنا أو يكتبون هنا أو يكتبون هنا أو يكتبون خمام أو يكتبون يشاهدون ما يكتب أنا ثاني أنا شيء آخر أنا صاحفي مستقل في مبارد في مبارد في مبارد مدوح يوم أو تغذب أو أكتبون إسرائيل أرد من إسرائيل أو لا لكن لا تساعد الى احيان انه متافق مع السياسة لا تفهمو ايضا اذا كنت نقول لكم نعاود انه ليس نحن 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 تعمل السياسة و انا تصبح من اجل السياسة انا للأول الوزير الدولة فهو انتفق مع ديك الوزير الأول ديك الدولة لا 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 أنا ما عندي موقف بزر الحوائز فهذه القضية دي الإسرائيل والمغربي نشوفه شنو كنكتب وفهمه شنو كنكتب أنا كنتقد تناقضة ديال النظام المغربي أنا بعدها كموت المغربي أنا كنت أشوف الدولة المغربي طبعت مع إسرائيل ما كان هشت البنديرات ما كان هشت دربوية ما كان خرجنا عمل لفهم كثير من مظاهرات ولكن كنت تسأل أجيب هذا البلد هذي اللي رئيس ديال الدولة هو رئيس لجنات القدس اللي دا ببدو كسموها لجنات تيل آذين كتبع مع إسرائيل وكان عودة عودة أنا بشي ما متفق ولا ما متفقش مع التطبيع وما نقول لكم ما أمني ما متفق مع هذه الأشياء ولا متفق مع هذا ولا ما كانت تخص ما كانت تخص وعقلتك في السينات وفي السبعين وفي السبعين وفي السبعين وفي السبعين كنت تتخلص بعد 25% أو 20% أو 30% أو 40% وفي السينات وفي السينات وفي السوء يقول لكم مثل هذا سيبخيه الفلسطين في السبعين وفي السبعين أنا متفق كما譜 هناك في السوائسة أو فلسطين كانت قضية وطنية قضية السحراء القضية الوطنية الأولية هي قضية فلسطين قضية السحراء القضية وطنية الأولية هي فلسطين لا أستطيع نعلم الموقف وأنتم بحاجة إسرائيل تقولون أننا هناك 200 ألف إسرائيلي من أصل المغربي ونحن نريد العلاقات بالترجمة لا يوجد مشكلة ونقالنا انهم عسكريا مع إسرائيل كانوا يتطبعون لكنهم محلفون مع إسرائيل لماذا يتحلفوا عسكريا مع إسرائيل كيف يتعلمون بمناورات إسرائيل الجيس المغربي يشيل إسرائيل مخبع ويقول لي فضحة هي هذه الصحفة الإسرائيلية كيف يفعل الإسرائيل مناورات ضد من؟ ضد من؟ ضد إيران؟ ضد حزب الله؟ ضد من عرض؟ ضد الفلسطينيين؟ ما الذي يفعله؟ قبل العدو الأول لإسرائيل ليس قوي هذا القوي هو حزب الله وإيران الحق العدو الأول هو الفلسطيني ما للدولة المغربية كانت تتحالف عسكرياً مع إسرائيل هي ضد فلسطينيين ولكن يجب أن تخرجوا؟ ما يقولونها صراحة صافي ويقولون هذه الموقف دولة لا يسرى المغرب دولة كانت تتزام هنا سيدين تحالفوا عسكرياً مع إسرائيل أنا بعدها لا أعني مشكلة أنا لا أريد أن أقوم بعمل شيء مظاهر أنا وحدة البلاد التي كنت أسمع فيها مليون مجد المليون ثلاثة المليون ربعات المليون يخرجون هذه الحد لأن يتضمنوا مع الفلسطينيين وأن هذه الدولة تطبعت مع إسرائيل لم تخرجوا أيضاً سوف تخرجوا ربعات الناس خمسات الناس أنا لا يوجد المشكلة أنا عندي أنتم تخرجونكم نحن مضامنين مع الفلسطينيين طاوراء طاوراء ويجب أن يجب أن تخرجوا تخرجوا تعملوا أحد المظاهر أنا لا يوجد المشكلة أنتم لا تدخلوا أنا شخصياً قبل شخصياً نحن يقول شيء واحد في تصعينات أو إلى القرن يقول لي أن من حقي أنت الإسرائيل أو أنت أنا يقول لغاً لأن تتحقيق وفي ممنوع وفي ممنوع دولة استيناد ومتحلفة و نعلم الأسرائل و كانوا يمشون الإسرائيل و إنهم يمشون الإسرائيل و أدابا سنقوم بإمكانهم و كثير من الإسرائيل و نعلم و كنت في ذلك الوقت كانت أضمن مع الناس و أدابا كانت أضمن مع الناس و نحن نكونوا ضد الضبعات و نحن نعلم مظاهرة في المغرب و لا يجعلونهم دولة المغربية لا تجعل شعر المغربي يعمل مضارة ضد التطبيع أقول لك أننا طبعنا مع إسرائيل ومزيان وأطبع مع الصحفة هي عندها صحفة مزيانة عندها الصحفة مزيانة وعندها الصحفة بحال الأكثرية عندها الصحفة صفرة لكن تقدر الوزيل الأول في إسرائيل هو أقوى الرجل سياسي في إسرائيل وفي حال الرئيس الدولة حسين كان قرعنا صحفي إسرائيلي كيف تكون في إسرائيل؟ اسمته غون بيرغمان يعمل الكتاب مهم بزاف على الموصد يعمل مقالات على بيغاسوس كيف رحسنه بيغاسوس وكيف وغطفه الحكومة الإسرائيلية مع بيغاسوس وخدم الحكومة الإسرائيلية تقول لا هذا الشركة بيغاسوس هذه هي شركة خاصة نحن معنا معها هل تكون علاقة؟ لا 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 هل تكون علاقة؟ لماذا؟ وزارة الدفاع الإسرائيل هي التي تحصل على رخصة من هذه الموصد التي تصبح بيغاسوس ستبيعها واحد ووزارة الدفاع الإسرائيلية هي التي تحصل على رخصة هي التي تقول اوكي او لا ودخل بيرغمان يعمل مقالات وفضح فيها الحكومة الإسرائيلية وفضح فيها النسيو وفضح فيها الموساد وفضح فيها الناس مخلوق أنت تقول لها هل أنت إسرائيل وكانت Here غير الحقلية لها لغير المغرب ونكلخين غير المغرب لأستخدمين أنت لا تنتبين حقيقة على الدولة والتنات ضد المغرب شوف رون بيرغمان أنا لأنني أنقل رون بيرغمان على أنقوم لغير الدفاع ماذا تعود على إينيسيوس ماذا تعود على بيغاسوس ماذا تعود في الآخ toss وماذا تعود على الدولة الإسرائيلية لم يكن أحد 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 يقول له سيرون برغمان انت خائل لا لا وقال تخير الناس يعترفون بالمهنية لذلك نرجونا إلى القضية بيغاسوس ما الذي تقول الدولة المغربية هل يمكن أن تسافق مع الدولة المغربية؟ هل يمكن أن تسافق مع الدولة المغربية؟ هل يمكن أن أقول لكم المغرب لا يشاريه بيغاسوس المغرب لديه بيغاسوس الذي يجسس به المغربية نحن كبش وصف هل يتسافق مع الدولة المغربية؟ ولكن المغرب يعتمد دولة المغربية الأمر يعتمد دولة المغربية كذلك لا يوجد أن تسافق على الدولة المغربية لماذا؟ أنفسنا ستموث عنه في هذا الفيديو فهو بيغاسوس غالي وعرف أنه يتسنته على الجامع لذلك غالي بثاف لذلك أعرف أنه الذي يسلم بيغاسوس المغرب هو الدولة الإسرائيلية الوزير الأول إسرائيلي في ذلك الوقت بين يامين نتانيحهم يجب أن نحن في صالح إسرائيل يسلم بيغاسوس المغرب لذلك اليوم سوف نحاول في هذا الفيديو كيف يصل بيغاسوس المغرب وماذا أعطاه أو أهداه المغرب بعدها تصنع بيغاسوس في 2011 وبعدها الدولة الأولانية التي استعملت بيغاسوس هي المكسيك في مكسيك كانت استعملته في 2014 لذلك أعتقلت أبطائرات المخدرات في المكسيك وهو غوثمان لوريرا وهو غوثمان لوريرا وهو غوثمان وهو غوثمان كان مخبع فيها ومعرفته واحد ومعرفته قرارة المغرب والدول أخرى أيضا لديه فرقارة الهنغارية ومعرفته وهو غوثمان وهو غوثمان كان لديه خيادة العسكرية الأمريكية فهم يجبوا في إفريقيا ما الذي إسرائيلي أخضروا بيغاسوس الأمريكان قالوا أننا لا نستطيع استعماله هنا والأمريكانيين طلبوا للإسرائيليين لا يستطيع أن تصنط رقم أمريكي رقم أمريكي ممنوع الإسرائيليين يمتلك الكادو أعطيهم مغنامج أخر ما هو بيغاسوس ما هو بيغاسوس وهو بيغاسوس وهو بيغاسوس وهو بيغاسوس وهو بيغاسوس وهو بيغاسوس أكتشفوا بأن واحد رقم في واشنطن سلطة الأمريكية بيغاسوس في الدول العربية الإمارات العربية هي دولة الأولانية التي شارتت بيغاسوس في عام 2016 في عام 2017 في عام 2017 العربية السعودية استعملت بيغاسوس ضد خاشقجي وهو الإسرائيليين وقتله الموساد ووزارة الدفاع إسرائيل وهو منظمة أمينية إسرائيلية تفاو بيغاسوس تفاوه لا يجدوا الرخصة العربية السعودية وهو موقع بن سلمان أعيت شخصيا نيتان ياحو وقال له نيتان ياحو أعطى الإدن الوزارة الدفاع وموساد 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 بيغاسوس السعودية ما هي المعنى؟ المعنى هي السعودية السعودية وموساد 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 بيغاسوس وموساد مع وجود وزارة الدفاع على تحرك هذه الأنظمة التي أعطيت وعطت لها بيغاسوس وهي الإمارات العربية السعودية والمغرب قال لك سنكون قادرين على استغلالها لفائدة دبلوماسيتنا هذا الشيء جيد وعطي إسرائيل هذا البيغاسوس من مكسيك، هنغاريا، بولندا، الهند، الإمارات العربية، السعودية، المغرب ولكننا نطلب منهم خدمات عبارة العربية والمغرب وعطي إتفاقية إبراهيم كانت حتى السعودية وعطي إتفاقية عبارة العربية السعودية وعطي إتفاقية عبارة العربية السعودية ماذا يمكن أن تكون المغرب؟ وبدأ المغرب الإسرائيل وبيغاسوس المغرب حصل على البيغاسوس في 2017 يدخل في هذه العملية لتوصل البيغاسوس يوصل البيغاسوس هو أولا بن يامين نتالياحو هو الوزن الأول والإمارات العربية ومن يامين نتالياحو هو الذي أعطى الإذن للشركة NCO لكي يعطيها المغرب لكي يبيعها المغرب لكي يبيعها المغرب للدولة المغربية تنوضي تقول حينما مناشرنا بيغاسوس عند الحق بالقبير الدولة المغربية لم يشرت بيغاسوس الإمارات العربية هي التي شرت بيغاسوس وسلماته المغرب حق الإذن من عند يامين نتالياحو في 2017 ستبنا ستعود لكي يخرجون الناس يقول لك لا ونحن نحن نتالياحو ونحن أعطيكم دوز إمارات العربية ونحن نتالياحو ونحن نتالياحو وتعود أوه أوه أولا هو الزامل دينا اللي هو الضحية اللولانية بس هي الضحية اللولانية الضحية اللولانية اللي عفوناها احنا ديال بيغاسيوس هو الصحفي عمر غادي عمر غادي كانوا صحوف أنا قلت لكم بذيك الفيديو السابق صحوف مغربية مقربة من المخابرات المغربية خرجوا في معلومات خاصة كانوا في التليفون ديال عمر غادي ما كانوش في لغ ديناتور دياله ما كانوش ديك المعلومات ما كانت شوارقية لا لا معلومات خاصة ديال عمر غادي كانت غير في التليفون دياله أنا عندي مأكدة أكدة نهضت مع الناس مقربين من عمر غادي أكدوا لي ديك الخبر والتي خرجتوا واحد مواقع مغربية مقربة من المخابرات المغربية كانوا في التليفون ديال عمر غادي ما كانوش في المغرب يقول لك لا نحن لا نحن مدد نحن لا نحن في التليفون ديال عمر غادي لم يكن لدينا المعلومات التي كانت لديها في التليفون والتي تنشرت في مواقع مغربية وهي المعنى وكان عودا وكان قولا لكم هي الصحف والمواقع المغربية خدمتها من مخابرات أجنبية وكانت إسرائيل ودخلت في التليفون مغربي مواطن مغربي وصرقت له المعلومات وعطت الناس الذين يعملون معها المواقع المغربية فإن كانت نية بالعبة فإن كانت نية مواقع مغربية إلى المغرب فإن كان يدخل في التليفون العمر المعنى هي هذه المواقع مغربية لماذا يدفع لهم من مغربية الصحفة؟ هم يعملون مع خبرات أجنبية ماذا يعملون مع خبرات أجنبية؟ الآخر هو الصحفي إغنسيو سيمبريرو ستكون تعرفوا الصحفي إغنسيو سيمبريرو والصحفي إسباني لديه مشاكل الأرض يهجمون عليها حتى هو كل سمانة كل سمانة هو ستنسبة لا يجب أن تكون قرارة سببا لكي تكون السكولة كل سمانة في مواقع المغربية هذا إغنسيو سيمبريرو ستكون تعرفوا إغنسيو سيمبريرو هو الصحفي الإسباني الوحيد الذي أعطيه محمد السادس أعطيه واحد استيجوائي محمد السادس لم يكن أعطي ناس استيجوائيات لم يكن أعطي ناس لإغنسيو ومسأعطيه هذا الصحفي أجنبي وهذا الصحفي المغربية وهذا النقبة ما قالوا له عندهم عادي هادي أنا لديك نفهم أنا ولا محمد السادس المالك محمد السادس لم يكن أعطي استيجوائيات الجميع أعطيه محمد السادس أعطيه استيجوائيات للصحف الأجنبية ولم يكن أعطيه للصحف المغربية أصبحوا وهو المعلومات التي كانوا في تليفون بالخصص وفي المعلومات أخذوا لمواقع المغربية خارضوا مما وي그ل أعطي مسبع مخابرات المغربية التي تنتظروا إغنسيو سيمرو اذا قلت تسليم مسبع دم من المخابرات أجنبية هما المواقع التي خرجوا هذه المعلومات التي كانت بالتليفون لأنه يعمل مع المخابرات التي تسنطل التليفون للصحفي الإسباني لا يوجد شيء أخرى هذا ما هو المخابرات المغربية والمخابرات المغربية التي تسنطلها هي دولة أجنبية يقولوا الجزائر حتى أنها يحصل لي لديه جوانج الجزائر لديه جوانج ويقوله لنفرد ، الجزائر لديه جوانج الجزائر هي شتاء تسنطل التليفون المغراضي وشتاء تسنطل الخبر ويقدمت بالسبوع من حيات المخابرات التي تسنطل مهارا هذا الموقع المغربية تتعامل مع الجزائر أرباع الخوانة تتعامل مع الجزائر لا تتعامل مع الجزائر و هذه الخيانة العظمى لا تتعامل معنا أما إذا كانت تتعامل الجزائر التي أعطيتكم هذه المعلومات التي في التليفون العمر الغريب سأعطيكم أصحاب الحل و سأعطيكم فقط و هذا ما الذي أعطيكم إذا لماذا لا تتصد بين الجزائر المغربية التي استخدامون شرابه و تأتيكم طبيعات بل تحصل إلى أمارة العربية تم تحصل إلى أمارات العربية و تم تحصل إلى أن تحصل للمواقع الجزائر و إنها ماشيار المخارب و تحصل إلى أمار الأصبح هذا الموقع مغربي هذا الموقع نجمع في امرات العربية يتوقف المغرب يتوقف المغرب وهي سيارة المغرب يتوقف المغرب ايضاً السياسين لهم يتوقف المغرب وفي الإمارات العربية هذا هذا يبدأ لأن المغرب تحضير لأن تأتي لدولة أجنبية لأن تشري أو تحضير أو تحضير هذا يتوقف المغرب بالحقل يتوقف المغرب يتوقف المغرب مع إسرائيل اعطيتكم المغرب في 2017 في 2017 في 2017 المغرب يتوقف المغرب وهو يتوقف المغرب في هذا الوقت الإسرائيلي بن يامين نيتانياهو ما هي الخدمات التي أعطيت المغرب الإسرائيل؟ في 2018 وفي 2018 كانت المغرب قتال على علاقة الدبلوماسية مع إسرائيل ونحن نتوقف ونحن نتوقف ونحن نتوقف ونحن نتوقف في 2018 ونحن نتوقف بعد أشهر من المغرب في 2017 ونحن نتوقف ونحن نتوقف في 2018 ونحن نتوقف في زيارة وزير المغرب ناصر بوريتا واشنطن ناصر بوريتا من الإدارة ونحن نتوقف في المغرب ونحن نتوقف لتقال لك للمواجهة أهداف العمالة الإيرانية في شمال وغرب إفريقيا ونحن نتوقف وشنطن في 2018 ونحن نتوقف إيران ونحن نتوقف ونحن نتوقف كيبار إسرائيل في 2017 أتوقف بين аккуратة ومن أبحث وشهر لم أكن حصلت وشهر وشهر واشنطن مع ترامب ونحن نتوقف تدعب والتأكيد وقال لك بويته عنده حجاج حجاج صحاحة حجاج انا ماشتمش الصحفي الوحيد اللي قال لك شافهم قال لك شي خاطئ 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 هو فرانسوى سودان هو الموادير ديال جون افريك نحن نعرف العلاقة الخاصة والحاميمة والاقتصادية بين جون افريك والدولة المغربية هذا فرانسوى سودان نعرف هذا الصحفي الوحيد اللي شاف ديك الحجاج اللي عنده زعمه عنده ناصر وريطة هو واحد صحفي فرنسي ما عنده حتى شي مصدقية حتى شي مصدقية هذا فرانسوى سودان كان واحد صحفي واحد كاتب فرانسي اسمتو فانسوى سودان اجو خدم في مجلة الإكسراس خرج واحد كتاب اسمه السورسي بلانسوى انكتت عن فزامي فرانسي فرانسوى سودان فرانسوى سودان كان ديكتاتور الموريطاني السابق وعاوية السيد محمد الطايع كان عطاه ترخيص للباطايات السيد البحري ماذا هذا صحفي او صياد صحفي فرنسي او لديه لديه ترخيص لديه الباطايات السيد في موريطانيا هذا هو صحفي ناصر بوريتان لترخيص 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 حجاج لديه دولة مغربية ضد ايران هنا صحفي فرنسي من أصل ايراني وعاوية وعاوية أتخذت مجلة وعطيت اسمية لديه لا لا أعطيت اسمية وعطيت ملف ايران وحزب الله لديه كل مجلة طلبت مني نقلب على واش ايران وحزب الله في المخيمة التندور وماذا يعملون البوليزايو ضد المهارب وقد حلت وانا وعطيت مجلس محيز ايش ايش من المخيمة ايش 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 من المخيمة ايش ايش نحن متشغل اللذي كان كله لتسدقا من الناس الخبر الأول الذي كان يجبه دعايات بقول الفوليزيو يتجرب الأعضاء البشرية لا نقل بعد الحقيقة لا نقل بعد قال هذا الفوليزيو انه رغب لأيام الفوليزيو يتجرب الأعضاء البشرية الخبر الثاني القضية الثانية الكذبة الثانية هو أن توقيت القاعدة القاعدة الإرهاب عاود قلبت قلبت تسولت أتسمع الناس المغارب المتبين من هذه القضية امريكانيين الفرنسيين إسبانيين أعقينا قلت لها أحد الشيء الذي تقول لي أنه كنت قلبت لم أقعد وقلت توفضل البوليزاريو موغط مع حزب الله و الإعان ضد المغارين فهو البوليزاريو سيكون حما قصد انا كنا نقول بها هذه سنين وما نعرف اغدى بعده او لا بعد العام 2022 أو 2023 أو 2023 البوليزاريو يمشي سنة اتفاقية او حزب الله يقضي يقول الآن ماضي كامل هذا ما يقول بك الزامي الفرنسي قلت له انا ما عندي الحق سؤول سؤول الناس قال لي انا سؤولت ما لقيته قلت له سؤولت الامريكانيين قال لي سؤولت الامريكانيين قال لي ما كينوه قلت له سؤولت الاسرائيليين اسرائيليين ما لديهم الخبر ولكن خبرت صح سيكون عندهم قلت لكم الاعداء اسرائيل الاقوياء ايران وحزب الله قال لي ايران حافظة حاضية ما هو واقع في الايران قلت له انت من اصل ايران قلت له ما هو صعب الامريكانيين والاسرائيليين ما قولوا كيف يغلقان هذا الخبر اعطيت واحد تصريحات وانا خرج المقال هو عيط لي قال لي انا اسمح لي تصريحات ديارك حيدهم لي قال لي حيدهم لي قلت له بعد اسم المجلة قال لي في هذه المجلة لا تقلت له هذه المجلة لقد قال لي لا تقلت له هذا المجلة لا تقلت له هذا المجلة لدينا حجاج وطائق هذا المجلة لم يعد هذا المجلة لم يعد كان الروبورتاج لديه قال لي اخيرا ما قلت له اذا انا امريكانيين لا يوجد حجاج اسرائيلي لا يوجد حجاج فرنساوي لا يوجد حجاج الذي يوجد زعم ناصر بوريطة هي كذبة لا يوجد حجاج 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 صحيح على أن حزب الله والإيران مع البوليزاريو يعتهم الواشنطن يعتهم النيويوك يعتهم الباريس يعتهم الموند يعتهم الليبراسيو يعتهم الموند وانا قاعدة كالزاميل الفرنسي قلت له شوف ولا يوجد حاجاج الله يجعلك نشارك معك شارك معك اربحانا ويقع شي بوليزاريو اربحو جائزة دولية الحزب الله والإيران مع البوليزاريو المغرب قطع العلاقات مع إيران سوف نعتبرها واحدة الخديمة عمل الإسرائيل وماذا؟ في فيغاسوس في 2018 ويوجدوا في ديسمبر 2020 من المغرب وإسرائيل وقعوا على ديك اتفاقيات إبراحيم وده مشكون هو غرابي بين المغرب وإسرائيل سوف يقول لي غيا أندرازولي المشتشخ المالك كان واحد الكاتب مستجامعي يهودي مغربي جاكوب كوهين كان تهم المشتشخ المالك في 2011 كان تهمه قالوا أنت صيان قالوا أنت تعمل مع الموساد يهودي ساكنين في دولة أخرى ويريدون يعاونه إسرائيل كانوا يتحدثون من المسؤولية من المواطنين ويقوموا إسرائيل ويقوموا إسرائيل ويقوموا إسرائيل ويقوموا في البلد جاكوب كوهين كان يتحدث عن الكتاب كان يسمى رابع سيانيم كان يتحدث عن أين يتحدث عن لغماطن كان يتحدث عن أين يتحدث عن المواطن كان يتحدث عن أين يتحدث عن كيف قلت يتحدث عن نعم كان يتحدث عن وإذا كنت أتقرأوا البيان جيدة البيان حزب التقدم والاشتراكية هذا ما كانت تقدم الشركية والله يجعلهم أو يصبح سيوعيا ... نعم نحن في البغاء بحزب سيوعي نابد عبد الله خير صفحة الأولادية قال انهم يصبح يصبح أقبر سيوني كين في الأرض هذا النبي لبهم للعبادة بقام بفرقها هذه المنطقة ويقوم بفرقها حسناً فنحن يقول للناس هل أنكم مرحبون للأساس ونحن لأنكم مرحبون ونحن هناك ونقوم بحديث ونقوم بحديث ونقوم بحديث ونقوم بحديث ونقوم بحديث هذا المشترشى المالي أنا شخصيا لم يكن لديه متى مشكلة حسنا خدمتنا ولكن أحد المخارب يجب التلفونات الصحفيين الفرنسيين لا تكتبوا على المرابط لا تعملوا على المرابط هذا هو أحد سأعود لكم لأول مرة تخرج أحد النهار أبو باك الجمعي المرحوم فاضل العراقي وعلي عمى كانوا باريس يشاهدون المدير هو لوران جوفرن واسمه لوران موشار لا يسمى لوران جوفرن اسمه لوران موشار ولكن موشار في الفرنسيين يشكم لوران جوفرن اسمه لوران جوفرن لوران جوفرن يشاهدونها في المقر أبو باك الجمعي فاضل العراقي علي عمى وقلسوا لوران جوفرن وقلسوا وقلسوا لوران جوفرن لوران جوفرن وقلسوا وقلسوا إسلامي كانوا في المدين وقلسوا 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 أنا إسلامي وقلسوا هذا وقلسوا 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 الرابط الحقيقي بين المغرب وإسرائيل هو سيد حمد الشارعي حمد الشارعي قلسوا بعد ذلك أسفل أولا ليس هناك شخصية مع أحمد الشارعي أهتم أعتنسوا أحمد الشارعي لن يخرج في وثائق أو في فرات أو في الخبر أو هنا لا تفتح أحساب أحمد الشارعي لكن أحمد الشارعي هو هو ضده أو أولا أخير أحمد الشارعي ما اسمه هو رسول مولي حمد الشرعي هو وزع ما عاود من ذيك من ذيك الشوفاء مغرب كل شي شريف كل شي سيدي وكل شي مولاي ولا لا لا أنا بعدها ما أشوف أنا ما شريف ما سيدي أنا كريف أنا ما عندي حتشي علاقة بالعربية السعودية أو القرائش هذا حمد الشرعي أنا كنت كان عفو لديك المجال ديال الإشهاق في القرائش ديال ماروك لديك المجال ديال كامل الحلو أنا ما كنت كان عفو صحابي حتى أبقى السيد والله أعطيه من من الصباح العشية والله عنده الأحداث المغربية عنده الأبسيرفاتور دي ماروك عنده ديك الموقع كيفاش عنده راديو ميد راديو وعنده مجالة اسمية بوواغ كل شيء 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 نحن كتشفت في الوثائق كنس كوليمن ولكن لا يمكننا أن تشاهدنا بأن رجل أعمال لا يوجد علاقة مع المخابرات ولكن لا يمكننا أن تشاهدوه عندما خرجوا الوثائق كيس كوليمان في 2014 ولكن لا يمكننا أن تشاهدنا بأن السيحم 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 يقول لك أن يكون لديك شيء مع الشرفة لا يمكننا أن تشاهدوه هناك صفر الكثير من الإسرائيل ويسميهم كثير من الإسرائيل يقول لهم ليكوزا ليكوزا مديمة تحكم على هذه المرة إلى الإسرائيل يأتي إسرائيل ويأتي إسرائيل يأتي إسرائيل ويأتي إسرائيل ويأتي أقوم بالتحكم على سفره ويأتي أعطيه ويأتي أتباع علاقة اقتصادية ومديمة إسرائيل وعندما تذكرت القضايا مع أحمد الشرعي وذلك تدفع عليها حانا نريحاب يقول لك يا رجل أعماء نكتبوا عليها حانا نريحاب ما كنت كتب مقالات من الذي يكتب على الفيديو هذا السيدة كتبت جوج المقالات واحد منهم هو في جود هذا ليس لي أحمد الشرعي أعتقله في مطار واشنطن في 14 ستنبر 2011 أعتقله عنده 20 ألف دولار في الجيب منع 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 أعتقله أنا قتلى الدوسي في هذا الوقت في 2011 حاشيات المالكة أخير أنا قلت تقول لكم كان فؤاد علي الهمة وكان لجد بينهم وحض الحرب حمد الشرعي حسو باللجد وأنا في ذلك الوقت حسين قال للناس ذي الهمة فضحوا حمد الشرعي فضحوه فضحوه تتلقوا الخبر بأن أعتقله الدواء اللي حبسي هو الذي يدخل هو المغرب مراد تعتقل ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ دووزه عندما قال في هسباريس يقول لكم كذب؟ أنا مع مرسي أنا أعتقلوني 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 في واشنطن أعتقلوني وشنطن ماذا نفعل؟ أعتقل أعتقل مجهز ومقد وعملوا اسمية وخارجوا ماذا نفعل؟ أعتقل وكذب هذا الذي نعود على أعتقل 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 كيس كوليمان ليس هناك شيء يخرج أعتقل أعتقل والسنطن وماذا نفعل اعتقل أو يتكلم يكون 20 ألف دولار الذي يزيبني ليس هناك يتكلم 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 لذي نفعل قد أعتقد ما يبقى في ما يبقى؟ أعتقد كيس كوليمان أعتقد أعتقد أن كيس كوليمان لقد هدفت على حمد الشرعي أريد أن أجد الخبر بأن حمد الشرعي سأعتقله سهلا أخلصت 20 درهم جوج دير الدولار أخلصت المحكامة التي تحاكم فيها حمد الشرعي أخلصت 20 دير الدرهم جوج دير الدولار أعطوني شواهد كاملين دير الدوصية حمد الشرعي خمص الملايين جوج دير الدولار وفي ذلك اللائحة وفي ذلك الرسائل لكي يدخلوا الناس لكي يخرجوا حمد الشرعي من الحبس في ستمبر 2011 سوف نسافر المغرب في ذلك الوقت بدأت على إلوان وفي ذلك الوقت كل شيء ذلك الوقت في إسرائيل وحد من النمو هو جاك آفيتال يقال أن أخبروا بشراعي رجل زيان وكي أيضا وكي يقال أنه لا يفعل أن أجدوا من السنة لا يفعل أجدوا المحكمة الأمريكية في واشنطن التي حكمت على أحمد الشرعي المحكمة الأمريكية في واشنطن لتعطق أحمد الشرعي لتخرج من المحكمة في 2011 لدي الوثائق المحكمة قبل أن يخرجوا في 2014 في وثائق السرية في كريس كوليمان المحكمة الأمريكية الثانية في 2012 من المحكمة الأمريكية التي كانت سابقا رئيس الحكمة في إسبانيا وهو باهة الظهرة الذاتية التي كانت عادلة من أصل مغربي ويقوم بإضافة أخرى كتابة أخرى ويقوم بإضافة أخرى بأنه يقول لك خسيماريا سنار ويقوم بإضافة أبسغي من الظهرة الذاتية ويقوم بإضافة أخرى، ويقوم بإضافة أحدهم ويحكم عنهم ويذلك تقوم بإضافة أحكم عنهم 100 مليون داخل كالسكو ليمان. ونرى ما هي الرشيدات الداتية؟ وهي فيها مغربي ومعها جزائرية وهي تزداد مغربي واتدفع على موقف المغربي ويجب أن يدربوا في مرياسنار فألطبوا حتفة في الرشيدة الداتية ونرى كتشفنا المضادة في الصحف في بالأب الحقيقي للظهر الداتي وهو خوسي ماريا سنار وهو واحد المليار دول سميته دومينيك دوسعي هذا كل شيء يضربه في خوسي ماريا سنار هذه المخابة المغربية يضربوا في خوسي مازار ودخلوا على شيء ذاتي وذلك الظهرة المسكينة دخلوا على القاسرين حتى يدخلوا في هذه المعارك القادية الثالثة التي واجهتني شخصيا مع مولي أحمد الشاعي الله يخليه لنا هي هذه القادية التي أكتب عليها إغناسيو سيمبريرو هذا الصحفي الإسباني أول صحفي إسباني أول وقاع الوحيد الملك محمد السادي في 2005 أعطيه واحد استجواب لا أعطيه استجواب في صحفي إسباني قبل موريج إغناسيو سيمبريرو كتبت واحد المقال في الموندو كان يخصر وقالوا في حمد الشرعي جاسوس المغرب ومحمد الشرعي دعاها في إسبانيا وخصر وخصر في إبتدائيها وإستيناف وقالوا في القادية وقالوا في إسبانيا وإذا كنت أخبرت أن تجاسوس لا يستطيع أن يحكم عليك لأنه كان أحد المحاكمة كانت هذه المحاكمة كانت هذه المحاكمة كنت أطلب لي إغناسيو سيمبريرو وقال لي أن تجد أن تجد لأنها تجد أيضا لأنها تجد لأنها تجد لكنني سأشرك كيف يخدمون هذه المخابرات احتنا عندي الحكم لي في الفيديو الذي كنت خرجت بضعة أشهر على العالم الصحفة المغربية والمخابرات هذا أحمد الشرعي من ذلك الوقت ولم تتبعه ولم تتبعه في المخابرات ولم تتبعه في الفيديو في اسرائيل دائما 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 في اسرائيل ودائما في كادريات المخابرات هذا الشرعي يعتبر في المخابرات ولم تتبعه في المخابرات ولم تتبع المخابرات والإسرائيل لأن الإسرائيل لديه شيء ملعب لأنه لا يوجد منحقه لإسرائيل أو إسرائيل أو صحفي أو ما يريد هذا يتكلم مع مسؤولين إسرائيليين باسم لجد باسم المخابرة المغربية الغابط الحقيقي بين إسرائيل و المغرب يعتبره الإسرائيليين غاجلهم في المغرب المغربة يعتبره أحمد الشرعي هو غاجلهم في إسرائيل و شيء أخرى ما لا يعرفه الناس الإمارات العربية تعتبر أحمد الشرعي هو غاجلهم في إسرائيل إمارات العربية التي شرعت بيغاسوس من عند إسرائيل وبإذن المؤذرة من بنية نيتانيحو أعطب بيغاسوس المغرب وهذه الحمد الشرعي في روشة 2020 وهي زعمة خمس سهور قبل ديسمبر 2020 في عدة سنة وذلك الاتفاقية الإبراهيم في الغابط بين المغرب و إسرائيل وهذه الحمد الشرعي يكتبوا مقال في درجة الإبراهيم يقول فيها تسمية المقال يقول هل يمكن للعرب و الإسرائيليين أن يزدهروا معاً؟ مثل الدول العربية و إسرائيل وهذا ما يتحدث عن الدول العربية لا يتحدث عن المغرب ولكن في صورة المقال ماذا يتحدث؟ يتحدث عن الوزير الغائز للحكومة هو سادي العثماني وهو السخول الصورة و في هذا المقال أحمد الشرعي يتحدث عن الاتفاقية بين الإمارات العربية و إسرائيل و يتحدث عن العثماني و يتحدث عن سادي العثماني و يتحدث عن سادي العثماني و يتحدث عن رائز الحكومة و الذي يقول هو أنه لم أتفق مع أتفاقيات أبراهيم و كانوا يبدلونه و كانوا يقلبوا لفرشيونه و قالوا أنه لم أتحدث عن مواطن و لم أتحدث عن رئيس الحكومة كانوا يدخون سادي الاتفاقية و كانوا يتحدث عن عثماني كانوا يدخون سادي العثماني و قالوا أنه كان الصحايا و كانت فتحسن و ستسنم معهم ممتعدة بها و كانوا يدخون إنتبال في أحمد الشرعي و كانوا يدخون سادي العثماني لذلك لديك اتفاقيات الإستانبار في 2020 وهذا الشيء نخطط أنا قد تكون بشيء غير تطبيع وأنا أريد مغربي الطباعة أنا أقول إنه طباعة طباعة يقول لك حنا عنا 800 ألف يهودي مغربي إسرائيل خلقنا هذا المسعد ويكون عنا شيء علاقة معهم لا لا المشكلة هم هذه اتفاقيات العسكرية اللي لدينا المغربي مع إسرائيل ونحن عرفنا المغربي تطبع مع إسرائيل في ديسمبرغ ديال 2020 في نوفمبرغ ديال 2021 المغربي صناعة اتفاقية ديال تعاون أمني مع إسرائيل وفي يوليوز دياله 2021 لأول مرة لأول مرة قاع في تاريخ المغربي إسرائيل ومغربي شركوا في واحد تدريبات عسكرية دولية مختلفة أمني في اسرائيل وكانت قادة قاعدة قادة قادة قاعدة قامة قاعدة قائمة جاءة حارث كانت جيدة تريد أن نعرف طائرة عسكرية المغرب وصلت إلى إسرائيل وصلت إلى إسرائيل وصلت طائرة عسكرية مغربية في إسرائيل ونعرفنا المغرب بشكل مناورات وصلت إلى أولا ضد تركيا واليونان والعربية السعودية والمصر والإيران والحزب الله ونعرفون أنهم ستفرعون في هذه الحرب بين المغرب والجزائر أردت أنهم ستفرعون في المغرب مع إسرائيل وصلت إلى إتفاقيات إبراهيم وصلت إلى إسرائيل وصلت إلى 200 صحفي وصلت إلى أول مرة في حياتي أردت صحفي إسرائيلي في تلفزة إسرائيلية تقديد من الاختبار إبراهيم كان يجب أن يجب أن المغرب مجدين وصلت إلى مرادة مع إبراهيم وصلت إلى إتهاء الإسرائيل وصلت إلى أولا ضدت علاج إلى إسرائيل وصلت إلى إسرائيل يوجد مبارساة بسيطية إلى المدارية بالمبراطسية أولاقي الآن في استيجاب أعلى كان متحرك من الأشمال في مصاعدة من المدارية الإسرائيلون في تحقيقية برساعة الانترابية الأخواني and it's the first time publicamente that we got to go down the hangar of the first division then there was I could comfortable with some l词 I had to understand there was an increase of confidence as it was seen in the early of the war سيارة بريدكيبور وعناء المنصدين عن أولى أولiec سنقات أولاً كصدقاً من الأعجاري يتركون جاءً يجب أن يتم إنسان وطلاقون أولاً للحديثmann أولاً للمتكيب يريدون أن يكون ستنقات تلك المنسخين من إسبابة أو أغلب اليوم أولاً بهذه الطريقية أولاً الإشارة بني جانس المتعور أولاً الأمور والإنساحة الم المترجم الثاني من المخابرات المغربية لأن الوصف المغربية بالمناسبة لدينا فرعب يتسرلون هذا الفيديو هذا خبر مع أحد أكسبر في السيبر إسپيرناج فرنسي يجب أن نحضر المعلومات كاملة من المخابرات المغربية و mettائonders على الجزائرين و المغربة و إسبانيول و الفرنسيس المعلومات كاملة مع المغربة ومع الإسرائيليين وسوى الإماراتيين ومع المغرب اللغة التي الإماراتيين الذي قلصوا بيغاسوس وقبل أعطيها المغرب قبل أن أعلمكم المغرب لم ينقل بيغاسوس هذا قعداء الإماراتيين وذلك المعلومات كاملة هي في إسرائيل وفي الإمارات العربية تشوفوا أبو دابير وهو هذا إلى اللقاء مع السلامة ترجمة نانسي قنقر